بالروح بالدم نفديك يا عراق هكذا هتف العراقيون لبلدهم الذي حاولت ايران ابتلاعه وضمه اليها لكن حب العراقيين لوطنهم واعتزازهم بعمقهم العربي ظهر جليا في بطولة الخليج العربي 25 حين استقبل اهل الرافدين اشقاءهم العرب بفرحة عارمة وفتحوا بيوتهم وقلوبهم للضيوف الذين طال انتظارهم صحيفة واشنطن بوس نقلت عن مواطنين في البصرة تأكيدهم ان ايران على مدى عشرين عاما حاولت نزع الهوية العربية عن العراق بشكل عام وعن سكان الجنوب بشكل خاص وان ما حدث في بطولة الخليج العربي 25 اغضب النظام الايراني كثيرا بعدما ادرك ان ما بين العراقيين والخليج العربي اكبر من ان يتم كسره خاصة بعد اعتراض ايران على عبارة الخليج العربي في اسم البطولة هاي البصرة صار حالمية خبل هاي لمتنا الخليجية على عناد الارجنتين تبقى الخليج عربية الله يعفوكم وبحسب الصحيفة فقد تحولت البطولة الى احتفالية بالوحدة العربية مشيرة الى ان الحدث مثل فرصة نادرة لسكان العراق من اجل التعبير عن اعتزازهم بوطنهم وتضامنهم مع عموقهم العربي والاقليمي كما تطرقت الصحيفة الى مظاهر الكرم العراقي اللافت والذي ترجمه الاحتفاء الشعبي بالزوار الخليجيين والعرب حيث استضاف سكان البصرة ضيوفهم بحفاوة قل نظيرها العراقيون بشكل عام والبصريون بشكل خاص ارادوا بمواقفهم النبيلة ايصال صورة ورسالة مفادها ان العراقيين متعطشون لمحيطهم العربي الذي طالما عملت حكومات ما بعد 2003 على عزله وابقائه رهنا لنفوذ ايران بطولة الخليج العربي 25 في البصرة لفتت الانتباه الى ان ثمت ارادة لعودة العراق لمحيطه العربي تمثلت برغبة وتآلف الشعوب فهل سيشد العراق خطوات نحو عمقه العربي ام ان حكومة السودان بميليشياتها واحزابها الفاسدة ستقف سدا وعقبة من اجل خدمة مصالح ايران واجنداتها داخل العراق ويبقى السؤال الاهم عن امكانية فكاك العراق من سيطرة ايران التي عاثت فيه فسادا وعادته الى عصور الظلام وهل ثمت ارادة دولية وعربية لانتشال العراق من مستنقع ايران وعودته الى مكانته العربية والدولية التي تليق به